راشيدة طلايب وإلهان عمر نائبتان أمريكيتان قررت إسرائيل منع زيارة مقرارة لهما وأعلنت الداخلية الإسرائيلية أن القرار يتوافق مع قانون يحضر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل إلهان عمر وصفت القرار الإسرائيلية بالمخيف والمهين للقيم الديمقراطية ومن جانبهم وصف أهل طلايب ذات الأصل الفلسطيني القرار بأنه عنصري وظالم هذا القرار قرار جائر راشيدة أول على آخر هي فلسطينية جذورها من فلسطين أبوها جدة جدتها من فلسطين جاءت زور بلدها فلسطين جاءت زور عائلتها جاءت زور أهلها وأقاربها فقرار جائر أن يتمنع راشيدة من زيارة فلسطين أما الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية فاعتبر القرار خوفا من جانب إسرائيل من أن تتحول النائبتان الأمريكيتان إلى شاهدتان على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في اعتقادي أن السلوك الإسرائيلي يظهر أنهم يخشون أن تعرض هاتان العطوتان في الكونغرس للعالم الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان والتي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأعلنت إسرائيل قرارها بعد وقت قصير من دعوة ترامب لمنع دخول النائبتان الديمقراطيتين في الكونغرس التي تعدان من أشد منتقديه وتعتبر طلايب ذات الأصول الفلسطينية وعمر ذات الأصول الصومالية أول مسلمتين يتم انتخابهما في الكونغرس الأمريكي ترجمة نانسي قنقر